اهلا بحضراتكم مرة تانية بنرحب بدفنا النهاردة في المحترف الناقض الرياضي المتميز احمد مجلي بنكون بصراحة سعداء بوجوده معنا لانه على المستوى العلمهني اكتر من رائع ودايما بيمتعنا بقراءه وبيافكاره في طبعا الكرة العالمية احمد مساء الخير عليك منوارنا كالعادة مساء الفول يا كابتن ده نور حضرتك كالعادة وكلام حضرتك الجميل ده على رأسي ربنا خليك بحميد ودايما بتصادف معنا ان احنا كمان بنعرض احد المواهب المصرية اللي بلعبه في اوروبا دي قضية يعني دايما هنتبنيها واحنا خلال المحترف خلال يمكن اكتر من دلوقتي من سبع تمن حلقات بنقدم لحضراتكم او بنقدم للاتحاد المصري لقرة القدم ومدربيه سواء المدربيين على مستوى النشئين او الشباب او حتى المستوى الاولمبي عناصر ولاد مصريين موجودين في اوروبا جنسية مزدوجة لكن بيلعبوا في الدوريات الاوروبية بشكل اكتر من رائع مع اختلاف اعمارهم النهاردة معنا نجم جديد على مستوى قررة القدم الاوروبية نجم مصري زوج جنسية مصرية نشوف الفيديو جراف ونرجع مع حضراتكم موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 كثيرة جدا ستقام شايف البطولة ازاي يعني كان فيه بعد الجدل في بداية هذه او الوافا لما اعلن عن هذه البطولة كان فيها جدل شوية وكان فيها بعض الاعتراضات شايف البطولة نكحة بشكل كبير مؤهلة طبعا لليورو القادم في ألمانيا شايف البطولة ازاي كان نموذج لشكل جديد للكرة الاوروبية يعني هو تم استبدال نظام التصفيات التقليدي ببطولة تكون اكتر اضرارا للاموال ده ده المختصر وانه يبقى عوائد البس اللي بتيجي اكتر عدد المباريات اكتر اللعبين الاوروبيين وقتها ساعت لما البطولة دي انطلقت في عشرين تسعة عشر كانوا بيتكلموا عن انه المجهود البدن الخارق اللي بيحصل دوت مش منطقي لان انا هلعب وكل معسكر انا مطالب ان انا يعني في دور الامر الاوروبية انا ممكن مثلا في حالة فرنسا تطلع الاخير ابو الصلاة نفسي بره اليورو خالص او بره المرحلة اللي جاية في التصفات او لان انا بلعب ملحق على مقعد واحد مع منتخب قوي زي ما حصل مع البرتغال وايطاليا في بطولة كاس العالم مثلا على سبيل المثال في الملحق التعهيلي فالنظام بشكل عام يخدم المشاهد انه بيشوف ماتشاتكي النهاردة هنشوف انجلترا وايطاليا بكرا نشوف انجلترا وايطاليا النهاردة هنشوف فرنسا والنمسا وفي بولندا وهولندا وفي بلجيكا وويلزي في اكتر من ماتش مهم فده بيخدمنا احنا كمشاهدين ان احنا تفرج على عادة ماتشات كتير بيخدم يويف انه بيدر امال كتير الفئة المضرورة الكبيرة هي اللاعب اللاعب اللي المفروض توقف الدول ده على الاقل بياخد فيه بريك يومين ثلاثة من المعسكرات الطف الناشفة يعني من الاخر اللي بيحصل انه هو بيخلص مع المنتخب بتاعه بيخلص مع النادي بتاعه يعسكر مع المنتخب ما بياخدش فترة راحة عكس ما يبقى المعسكر ودي ويبقى فيه فترة تصفيات واضحة ونظام مجموعات واضح فهي ودور الأمم الأوروبية ما بيغنيش عن مسار التصفيات التقليدي هي دي النقطة المرهقة النقطة المرهقة ان دور الأمم الأوروبية ما بي يعني التصفيات بتفضل شغالة بالتوازي معها وبتفضل الأنظمة ماشية ممكن يكون ده بيوفر لمنتخبات أقل فرصة أكثر عادلا في النهاية تنازل للمنتخبات الكبرى وذي نحن شايفين مثلا مكدونيا الشمالية على سبيل المثال كانت في الفيلم ويقدموا مستويات لا بقس بها يعني حتى على المستويات التالت والرابع اللي كان يمكن فترات كتيرة ما كانتش ليها تواجد على الساحة الأوروبية في اليورو بدأ من خلال تواجد هذه البطولة أنها لا تظهر في الصورة وتقدم أداء لا بقس بها يعني بالضبط وبدأت تبقى برضو يعني حتة تنفسية أكتر بين اللعبين الأوروبيين المرشحين للجوائز الفردية يعني بدلا من اللاعب كان بيرشح للجوائز الفردية عشان أداء وبعدين البطولات اللي هي مثلا يورو أو شامبيونز ليك في السنة لا بقى فيه بطولة كمان بتقام بشكل دوري كل سنتين بيحسن من خلالها يعني رصيد اللاعب من التتويج بالبطولات الجمعية بطولة جديدة بتضاف بتوازي مثلا أهمية مثلا كسق قرات في البرزبا للحاجات الفردية ولكن نجي لمعضلة الإرهاق الإرهاق البدني اللي على اللعب الأوروبي اللي بيلعب في المستوى الأول لا يعني لا يستهن به في الوقت الرهن بسبب بطولة دوري الأمم الأوروبية طيب طبعا يعني قبل ما ندوس في ملف طبعا بطولة الأمم الأوروبية كان فيه اجتماع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا يوم الثلاث ويمكن أعلنوا موعد قرعة اليورو 2024 في ألمانيا واللي هتكون دي النسخة السبعتاشر في تاريخ هذه البطولة قرروا استبعاد أكيد روسيا من البطولة وفيه من مشوار التصفيات وحضركم عارفين أن ألمانيا هي هتستضيف النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأوروبية وده للمرة التانية في تاريخة بعد طبعا تنظمها لبطولة 88 البطولة هتقام من 14 يونيو لغاية 14 يورو 2014 وبتضم 24 منتخب أوروبي المباريات يمكن المباراة اللي افتتاحية لبطولة اليورو المقبلة هتكون على ملعب أليانز أرينا في طبعا مدينة ميونيك يوم 14 يونيو 24 وتقام المباراة النهائية على الملعب الأولومبي في مدينة برلين يوم 14 يوليو 24 نظام الأوروعة ونظام البطولة هي كمان بطولة مصنفة على المستوى العالمي بشكل كبير جدا هل تتوقع وقبل أن نخش في التصوية تتوقع بعض الفرق التي تتكلم عليها ستشارك وأكيد طبعا خروج المنتخب الروسي بسبب طبعا الحرب في أوكرانيا شايف البطولة القادمة أزاي؟ هل البطولة القادمة حد مولد منتخب ممكن يكون مفاجأة في هذه البطولة؟ بنتكلم بتبدل شوية لكن طبعا المنتخبات على مستوى العالم كله فيها تغييرات كتيرة جدا على المستوى الفني يعني حاليا كان ممكن أقول لك أن الدنمارك مثلا ممكن تبقى منتخب مفاجأة بس ما بقى إيش منتخب مفاجأة خلاص salty ولوانينا نتكلم على الدنمارك أنه واحد من الأقوى المنتخبات في أوروبا واحد من أكثر المنتخبات استقرار واحد من أكثر المنتخبات حفاظا على التشكيل واحد من أكثر المنتخبات امتلاكة لعناصر محترفة في أكبر الدورات الأوروبية فيعني الدمارك ما نقدرش مقال عليها مفاجأة ولكن في السياق اللي ممكن ما يكونش توقع بس يكون يعني رصد للمسار منتخب فممكن منتخب المجر حاليا من المنتخبات المرشحة جدا أن هي على الأقل يعني تذهب لمكان مختلف تماما عن المكان اللي هي فيه دلوقتي منتخب المجر مع ماركو روسي الإيطالي ماركو روسي بيقدم مستوات مزهلة بداية من اليورو اللي لفات ممرورا بمشوار التصفيات حتى لو ما وفقش في كاس العالم بعدين دلوقتي في دور الأوروبية بيتصدر مجموعة الموت اللي هو كان مرشح يكون حصلتها مع أنجلترا ومع إيطاليا ومع ألمانيا وهو اللي متصدر حاليا في الوقت الراهن فمنتخب المجر مع ماركو روسي ممكن يكون مفاجأة أنا شايف برضو خطوات يعني جيدة من مقدونيا الشمالية بس ما قدرش أرصدها يعني بالشكل الواضح جورجيا مثلا دلوقتي المبارات اللي وديها اللي اتلعبها بالذات في تقلق كفرة سخيلية لعب نابولي ممكن يبقى لها دور ولكن أنا بقول المجر مع ماركو روسي المجر مع ماركو روسي يعني منتخب واعد جدا 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 في الوقت الراهن صحيح طبعا الوافا طبعا أسم المنتخبات المشاركة في هذه البطولة لتلاتة وخمسين منتخب على عشر مجموعات بيتأهل أول وتاني في كل مجموعة للنهايات طبعا الييرو مع منتخب ألمانيا طبعا البلد المستضيف ويتبقى تلات منتخبات بتتحدد عن طريق الملحأ الأوروبي ده اللي هيكون في مارس عشرين أربعة وعشرين طيب تعال أنا وانت أحمد نشوف طبعا البطولة الوليدة طبعا المنباسقة من الييرو هي بطولة دوري الأمم الأوروبية نخش على يمكن نشوف الأول نتائج الجولة الخمسة يمكن بدأت من مبارح والنهاردة في بعض المباريات فيها عايزين نشوف طبعا هذه النتائج ونبدأ نتكلم على الجولة الستة اللي فيها مباريات قوية جدا جدا يعني نتكلم على إيطاليا وإيطاليا ومجلتيرا مثلا لكن خلينا برضو نتابع مع السادة المشاركين النتائج للجولة الخمسة مباريات الجولة الخمسة اللي يمكن بدأت من بارح وتستمر النهاردة دي طبعا يعني دي المباريات وخلينا نتكلم على أهم المباريات اللي فيها هنتكلم أكيد على فرنسا والنمسا كمان مبارات بولندا وهولندا من المبارات القوية جدا جدا تكلمنا هنتكلم أكيد على مبارات إيطاليا وإنجلترا المباريات طبعا فيها ندية كبيرة جدا على مستوى المنتخبات الكبيرة تعال أنا وانت نتكلم شوية على مبارات منتخب إيطاليا وأمام المنتخب الإنجليزي مبارات هسترو يعني دي مبارات خارقية وفيها بيكون التنافس بس مش داخل المستطيل الأخضر لكن على مستوى كمان المدرجات شايف المباراة دي ازاي مباراة قوية جدا وجاية بعد نهاية اليورو اللي فات وعلى ملعب وينبلي اللي كان يعني مباراة ايقونية لأنه إنجلترا كانت في طريقها يعني كان بدأ في الدقائق الأولى إن إنجلترا في طريق مفتوح لحصم اللقاء بس إيطاليا رزلت رزلتها المعتادة يعني واستمودت على المرش لحد ما جي جون بونوتشي وبعدين وصلوا ضربة الجزاء ويأخذوا البطولة في ملعب وينبلي أنا بتذكر دلوقتي تصريحات هندرسون النهاردة اللي قال إن أنا والدي بطل اتفرج على كورة من ساعة المعتش ده كل الشحن اللي حصل في الصحف البريطانية علشان بس يتخطوا قصة أزمة وينبلي دي لأن المعتشات اللي بتبقى في الوقت ده كابتن قبل كاس العالم بشهر أو بشق يعني بشهر أو أقل من شهرين المعتشات دي بيبقى ليها دور في الليجيسي كده عند كل منتخب من المنتخبات الكبيرة اللي هو داخل البطولة عارف إن أنا ما عنديش مشاكل كسبان الفرقة اللي كسباني اللي واخده من اليورو على سبيل المثال الحالة كويسة العمار صغيرة المدرب مستقر أيها هاوف عند المدرب ساوز جيت تبتكر هل ممكن تكون التصفيات أو خاصة المباراة إيطاليا عامل مهم في حاجتين يا الاستمرارية بشكل رائع وعودة الساقة مرة تانية أم عدم وجوده في الفترة اللي جاي شايف وكمان دور ساوز جيت مع المنتخب الإنجليزي ازاي أنا والله شايف ساوز جيت عمل أقصى ما يمكن أن يفعل من مدرب بحجمه في الوقت الراهن يعني واللي هو عمله للكرة الإنجليزية الفترة اللي فاتت لا يستهم بي يعني الكرة الإنجليزية أنها تطلع من فكرة منتخبات النجوم اللي مليانة نجوم مكتزة بالنجوم وفي الآخر ما بتطورش أداءها ما بقاش عندها يعني فرقة واثنين وثلاثة لا المنتخب الإنجليزي مع ساوز جيت خلال الثلاثة أربع سنوات اللي فاتت عارف أنه هو يبقى عنده رصيد كبير عمق خبير جدا في التشكيلة من كل مركز فيه واحد واثنين وثلاثة هو كان ليه دور كبير جدا في اللعابة الإنجليزية تطلع من إنجلترا أصلا وتحترف بره يعني هو ده كان بإعاز منه وباتفاق مع الاتحاد الإنجليزي أن اللعابة الإنجليز لازم يطلعوا من البريمير ليج عشان يشوفوا أماط تانية في كورة القدم حتى لو كان البريمير ليج أقوى دوري في العالم كل ده فات الكرة الإنجليزية عندنا أنت ربير بلعف أتلتكم مدريب بقى لده وقت ثلاث سنين على سبيل المثال وأكتر من نموذج تاني يعني مش هنستدعى كل النمازج ولكن الكرة الإنجليزية كمنتخب حالي أنا بشوف أنه ده من أقوى المنتخبات اللحظي بالاستمرارية هو مش جيل زي بتاع بيكهم وأوين وستيقين جيراردو لامبردو وين روني وكل الجيل ده وفي الآخر خالص تشوف الحصيلة بتاعت الجيل ده لاشيء خالص في كورة القدم كل الجيل اللي كان مليان جهابزة في كورة القدم ده ما عملش أي حاجة لمنتخب إنجلترا أما الجيل الحالي وصل نهاء يورو داخل مربع زيب رابع عالم فإحنا دايما في استمرارية هو دايما الأول وبيكسب كتير ولكن هي النقطة الأساسية أن يساوز جدا لازم أن يتخلى عن بعض الأفكار اللي يام لازمها من ساعة لما كان لعيد من ساعة لما كان لعيب هو لعيب ألوء جدا اللي ولا أجيب جن ونام بقى على كده عنده خوف شديد جدا جدا ومعرفش حتى يرجع للمبرأة بزبط وتلاقي وتلاقي الحصيلة مثلا مع منتخبات زي المجر ولا مع منتخبات دي لا حصيلة تهدفها في منطقة ضعف معني أنت عندك هجوم في هاري كين وفي جريليتش وفي راحيم ستيرلينج وفي أسماء وجيد نسنشو يعني أكتر من اسم تقدر تعول على أنك تبني منظومة هجومية قوية جدا وعندك لعيبة صلبة جدا في خط النص عندك جيل من أفضل الأجال اللي فيها عدد مدافعين كبير جدا يعني أول مرة نشوف جيل كامل مليان في الجلترة مدافعين كتير بين الخمس والست أقلوب دفاع باكين رايت باكين ليفت تقال جدا يعني ترينت أليساندر أرنولد وكايل ووكر يعني واحد منهم الأفضل من أفضل على مستوى العالم طبعا النحية الثانية عندنا لوكشو على سبيل المثال من أفضل باكليفتات على مستوى العالم بكلم حارتك لأنه حلمين برضو فيها أرون وان بيساك على سبيل المثال هذا التالت بتاعهم دلوقتي فإحنا بنتكلم على لا يعني منتخب يعني شبه شامل بشكل كبير حتى حرصة المرمى اللي مثلا ممكن تكون الحال أضعف في جود بيكفورد على الإطلاق هو بيقدم مع منتخب إنجلترا مستويات أعلى بكتير من اللي بيقدمها في بريمير ليك كمان يعني عرف أنه يرتقل مستوى لمنتخب الإنجليزي يبقى الحالس الأول لمنتخب إنجلترا فنشاف لا يعني ده كله يحسب لساوز جيت ولكن ما لا يحسب لساوز جيت هو أنه ما فيش جديد بيتقدم في الملعب ما فيش جديد فعلا في الملعب بيتقدم آه المنتخب الإنجليزي قوي المنتخب الإنجليزي عرف يأسس جيل كامل هيكمل بعدين وده يحسب لي يعني لما نيجي القائم مدرب يعني ما ننهيهوش خالص طبعا في جمياته سلبياته ما فيش شك بزبطة أنا متذكر مثلا هيكتور كوبر على سبيل المثال لا هو حط دعائم جيل قوي لما جيل 92 93 94 ده بدأ فعلا يلعب ياخد الرأي من الجيل الزهبي كان فترة هيكتور كوبر هو اللي وحد قوام أساس المنتخب مصر استمر بعدين مع الجهاز بتحضراتكم مثلا فترة أجيري استعام بكيروش كل يجيب منتخب لا لا قوام أساسي موجود بيوظف بعدين وبيضيف قطع هي دي النوقة كابتل اللي أنا بقول لها حالتك عنه طيب هل انت مع القرار انه يمكن كاس العالم نسخة كاس العالم القادمة هي الأخيرة اللي ساوز جيت مع المنتخب الإنجليزي والاستجنع عنه بعد كاس العالم هل ده بيأثر على يعني بيأثر على معنويات المدير الفني انه على مستوى البطولة هتكون آخر بطولة بالنسبة له ام بتكون دافع أكثر لأنه حقق نتيجة إجابية في كاس العالم والله هو كاس العالم هو يكون فعلا ترمومترا يعني بلونة الارتبار هيقيسه به طبعا لو قدم شيء أفضل من مربع الزهب على سبيل المثال وهيبقى النهائي مثلا فانا ما اعتقدش ان ساوز جيت هيتها تتم الإطاحة به او هو يتكلم بس هو ساوز جيت اللي خارج من الصحفة الإنجليزية خلال آخر ستة شهور هو عايز ياخد فرصة في البريمير ليج دلوقتي يعني هو عايز ياخد فرصة في البريمير ليج انه يدرب وياخد خبرة النوادي على مدار طويلة انه أحسن نادي كان يدربه قبل الكلام ده كان مثلا الليفل بتعمل لزبرا متوسطات الدوري وسط الدوري هو بالضبط وهو نجاحه كله كان مع الفئة السنية الأدنى في منتخب إنجلترا فساوز جيت أثبت انه هو مدرب يستطيع يعني تستطيع انك تعول عليه في بناء فرق وأجيال وده شيء ممكن يكون مثالي جدا لمشاريع الأندية على سبيل المثال ولكن الضغط اللي عليه في منتخب إنجلترا لأن فكرة التدريب منتخب بحجم إنجلترا بالضغط الفضيع بتاعنا ما بناخدش بطولة من سنة ستة وستين الفكرة دي عموما مصدرة تقت كبير جدا على ساوز جيت طبعا انه كل مدرب يجي يقول له انت اللي هتاخد البطولة بعدين لما تلعبت اليورو اللي فاتت بدأ كل شيء كما لو خلاص إنجلترا فعلا هتخسر النحس وهتاخد أور بطولة ينهار الحلم بدربات الترجيح فيها الحالة النفسية والزهنية صعبة جدا إن احنا نقيمها في الوقت الرهي طيب المنافس بقى المنتخب الإيطالي كمان شايفوا إزاي خلال الفترة اللي جاية وخاصة أمام المنتخب الإنجليزي طبعا المنتخب الإيطالي من المنتخبات المستقرة جدا عدم تأهول الكاس العالم كانت الضربة الغير متوقعة لأنهم حتى وهم بيلعبوا الملحق وبيلعبوا مقدونيا وهم متخالين أننا نتأهل الطبيعي المشكلة كانت سنخسر يا إيطاليا يا البرتغال بس أن مقدونيا تطير إيطاليا في الوقت ده ده اللي ما كانش متوقع نهائيا رغم ذلك روبرتو منشيني بيعدي جيل ممتاز جدا الكورونا الإيطالية في الوقت الراهن بتعتمد على أسماء إيطاليين أقوياء جدا أنا متخالي أن عدم تأهول الكاس العالم في ظل الجرينتا بتاعت إيطاليان مع الفوز باليورو هتخلي دور الأم الأوروبية ده قوي جدا بس هم يخلصوا كلهم كم من قصة المجر دي يعني هم المفروض التلاتة يعودوا مع بعض يخلصوا موضوع المجر ده عجيلك مع المجر لأن يعني كمان نقلتنا للمجر بسرعة أمام المنتخب الألماني كمان المباراة قوية جدا ويكلمني الأول على المنتخب الألماني شايف المنتخب الألماني إزاي إدارة فنية جديدة بتتكلم على زي أنت بتقول منافس على مستوى الورق من المستوى الثاني أو الثالث ولكن على المستوى الفني ممكن يزعج المنتخب الألماني طبعا منتخب ألمانيا يعني بغض النظر عن الإرس الكبير لكرة الألمانية والمنتخب الألماني من أقوى منتخبات العالم حتى لو بيقدم أسوأ أداء فما بالك لو بيقدم أداء ممتاز جدا حتى مع هنزي فليك ولكنه رايح لاتجاه أكثر هدوءا يعني هنزي فليك مدرب حتى يعني يبان قوي من تصريحاته يا كابتن أنه مش عايز الشحنة اللي كانت في آخر فترة يواخيم لوف هو مش عايز الحالة المتوترة دي لأنه أولا بيعول على نجوم كبار جدا الاستضام معهم في قط اللبس مش كويس صحيح وجيل صغير ما ينفعش أنك تحطه في المعمع دي بدل ما ينفعش يشوف ده آه فالحطة اللي في النص جواها العيبة مش بذات الأهمية بين الاثنين فمثلا كان قرار يعني موضوع توماس مولر ده اللي هو يعني ترك توماس مولر تماما والكلام ده مع أنه اللعب بتاعه في بايرد وعدم استدعاه معسكر واثنين وثلاثة كانت مسألة كبيرة جدا كان صده طبعا ولكن أصد اسم مثلا زي جمال مسيالة لا جمال مسيالة بالنسبة له عنصر مهم جدا سيرجي جنابري عنصر مهم جدا حتى تيمو فيرنر اللي ما بيمرش بأفضل فتراته طول السنة مع أنه بدأ بداية ممتازة مع لايبزيك بس أصد الفترات اللي فاتت مع تشيلسي لا هو بالنسبة له وعايز يجد الدم يعتمد على الميكس بتاع الخبرة قوي والجاجر الصعدة قوي ولكن ألمانيا ده حاليا أكثر هدوءا يتجلى ده من التصريحات يتجلى من الأخبار اللي جاية من معسكر المنتخب ألمانيا لما بحس أن المدرب بتاع المنتخب بياخد من دقائق شوية أنا بكون حاسس أن لحظة النهاية قربت فلما توني كروس يتكلم بأريحية زي كده لما توماس مولور مهما كان عدم الاستدعاء في أوقات سابقة ما سبب لهش أي مشاكل ويتكلم عادي عن مسألة منتخب ألمانيا بيقاف حينما توماس مولور بيتكلم ببعض الزعل بس هو مش المسألة كبيرة هو مثلا هنزف لك هيحسن تماما قصة نوير وشتيجين لن يطالب نهائي باللعب وبعض كده وفي نوير أنا متأكد لأنه هنزف لك بغض النظر عن كون ومدرب كبير فهو شخصية قوية جدا بس بيعمل ده بمنتهى الهدوء ومش استضامي يعني هو بيرسم الصورة بشكل زي ما أنت بتقول بشكل هادي جدا ولكن على المستوى الشخصي صارم جدا وشخصيته قوية جدا ولكن مش تصادمي ما بيعملش أجواء تصادمية مع اللعبين وخاصة اللعبين الكبار بالضبط والقرس اللي واسبه في بيرني ميونخ في السنتين القرس ده مش سهل كسبان برشلونة 8 واخد دورة أبطال أوروبا وعمل كل حاجة في الكورة وعمل مستوى مزهل واحد من أقوى الفرق في التاريخ اللي أنا شفتها هو بيرني ميونخ 19-20 ده سنة كورونا فرقة كانت مرعبة كفاء أن مدرب بياخد السوداسية في أول تجربة تدريبية لي يعني زي جوارديولا برضو في مسم 2008-2009 مع برشلونة فأنزف لك مدرب أنا متخيل أنه رايح بألمانيا بعيد جدا جدا في كاس العالم اللي جاء أنا متخيل ألمانيا هتبقى من المنتخبات اللي وقفة على رجلها بشكل قوي جدا جدا وألمانيا زي مصر كده في البطولات المجمعة بتعرف تصل لنوقب بعيدة حتى لو ما ببنش في البداية كخص منافس ولكن ألمانيا قوية جدا يا كابتن متخيل أنها هتتصدر مجموعة دي أنا متأكد في دورة الأمور الأوروبية ومتخيل برضو أنه مشوارة في كاس العالم مش هيكون صعب للأدوار المتقدمة طيب نروح لمباراة طبعا المنتخب الفرنسي أمام النمسا كمان المنتخب الفرنسي من أقوى المنتخبات على مستوى العالم غياب كريم بن زيمة هيأثر على مستوى المنتخب الفرنسي زي ما بيأثر كتير على ريال مدريد شايف كمان المنتخب الفرنسي زي أمام منتخب يعتبر من التصنيف الثاني منتخب النمسا يعني منتخب فرنسا أنا بقول لحضرتك ماتش النمسا أعتقده بيجري حاليا بدأ من نص ساعة تقريبا ماتش النمسا ده من أهم المتشاط في تاريخ الجيل ده أهم المتشاط في تاريخ الجيل ده ليه؟ لأن أنا واخد كاس عالم وحاليا بلعب على إرث كاس العالم أنا دلوقتي متزيل مجموعة في دورة الأمور الأوروبية مهدد بالخروج من التصفيات في الوقت الراهن قدام وقت في مشاكل العبابة اللي بيسحر للتاني والبنزيمة وجيرو وأنا آسف يا كابتن وأنت آسف يا حبيبي والكلام ده ولوريس بيقولي الجو الحرس المرمى وقائد المنتخب بيقولي الأجواء مش كويسة وديشامب واضح أنه على الأل خالص خلانا نقول بمصطلح المهن المزبوط هو عازف عن التصريحات يعني هو عازف عن أنه على الأل يتكلم في موضوع من بابي بوك بدمع أنه موضوع هو المفروض يحسمه هو عمال يعني في مسأل بيحسس كده يعني آه لا هو مش عايز يدعال ده مش عايز يدعال ده مع أن المسألة مثلا يعني هي القصة أنه التصريحات اللي بوك بقالها يعني هو بيهدين نفسه بشكل ما يعني فيه إيدانا نفسه بشكل ما اللي هو أنا سحرت عشان إيه بس هو ما بينكرش أنه عمل ده يعني هو بينكرش أن السلوك ده حصل فأنك تقول بوك با ممكن ياخده معايا في كاس العالم حتى لو مصاب أنت بتوتر أهم نجمع عندك في الوقت الراهن حتى أنه يطلع أتكلم علنا في المسألة ويقول لنا بين كلمته وبين كلمة أخو حتى مش يقول أهم شيء الأجواء في منتخف التصريحات الكليشيهية دي لأ يعني على عكس تماما اللي بيعمله يعني على المستوى لمنتخب الألمانيا المنتخب الفرنسي فيه توطر واضح جدا جدا ده هيأثر ده غياب كريم بن زيمة هل جيرو يعني بعد عودته لمنتخب الأسباني هيقوم بأدوار وحيكون ليه دور كبير في المنتخب الأسباني أنت محتاج فرنسي تكسب بسكور كبير محتاج يعني تحس أن اللعبة ده مثلا فاية جدا جيروه عارف يبدل بن زيمة رسائل الطمأنط توصل للجماهير والديشامب من خلال المرش ده أننا تمام الدنيا خربانة في قط اللبس وكل حاجة متوترة جدا ولكن أنا بلعب كورة كويس بجيب جوان كتير أنا جاهز أن أنا ألعب جاهز في كل الظروف المتوترة دي أنا مثلا لما بقول أن دور كبير جدا في الفترة دي على عصمان دينبليا على سبيل المثال أنا شايف أن عصمان دينبليا على دور رهيب جدا لأنه أول مرة في حياته ياخد سبع شهور ما يتصابش أول سبع شهور في حياته ما يتصابش بيقدم مستوى مذهل مع برشلونة بيعمل كل حاجة وهو الوحيد اللي ما عنده مشاكل يعني عكس طول الوقت طول الوقت كان هو الوحيد اللي عنده مشاكل دوتي هو الوحيد اللي ما عنده مشاكل في اللعبة الكبيرة في منتخب فرنسا فهو الدور الكبير عليه بنزيمة أنا بتخيل حتى وجوده في المعسكر كابتن هو أهم العيب أنا بالنسبة لي أفضل العيب كرة قدم في العالم في الوقت الراهن وتأثيره من العيبة اللي تأثيرها بيظهر فورا يعني مش الماتش هيغيب الماتش اللي بيغيبه بيعمل مشكلة الماتش اللي ما بيغيبوش بيعلم حالا ولكن وجوده في المعسكر أيا كان بعد مسألة النيدي شامب ما كانش بيستدعي لسنوات طويلة دي برضو من دوع التوتر حتى مع حبنا الكبير يعني مع حب الشخص البنزيمة وجوده مدعال التوتر وجوده أنا بيضيف مشكلة زيادة فأنا مش بقول ما تاخدوش بس بقول ما شهده شامب يعني شامب ما ما فيش مبارك أسألك السؤال هل دي شامب آخر كمان ما راح له مع المنتخب الفرنسي هو هيكون كاس العالم خلاص طلع كل اللي عنده وبقت الأمور خلاص وصلت درجة أنه لازم فيه تغيير فيه الإدارة الفنية لو ما خدش كاس العالم هيمشي يعني فكرة أنه فرنسا دلوقتي يسقف الطموحات علي جدا لأنه ما أبطال العالم فهو لو ما وصلش مربع زهبي ما خدش كاس عالم ما فيش أي مبرر لإبطاؤه خصوصا من قط اللبس يعني فلتت زمامها تماما يعني أنت بتتكلم في العيبة بتصرح عن بعض التصريحات دي في الميديا ووضع متوترة جدا ونعكس ده على فرقة الكرة احنا دلوقتي الأخير على دور الأم الأوروبية مهددين احنا من روحش بيورو فتخيل لو حصل تعصر كمان في مرش النمسا وسط الأجواء المتوترة دي ايه شكل المنتخب ايه شكل المنتخب في الوقت ده زيدان بيسخن ايه زيدان هيسخن ساعة اهو أكيد بيسخن لا هو مستني هو رفض عرض باريس يعني أو يعني ما قيل انه هو رفض عرض باريس سندرمان طبعا نصر خليفي خلانا نتكلم بشكل رسمي نصر خليفي الخليفي نفى 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 بس قالت زيدان بس هما لا يمكن نفيها يعني زيدان كان مستعد جدا لتولي باريس سندرمان بس زيدان رفض علشان هو مستني فرنسا هو مستني فرنسا الخطوة اللي جاية فأنا متخيل بعد كاس العالم 22 اللي أنا متخيل ان فرنسا برضو مش هتاخده أكيد متهيألي يعني أو يعني خلينا نضرب الواضع كده قلت دي شامب ووصول زيدان متهيألي ده ده السيناريو اللي هيمشي الحديث معاك يا أحمد ممتع جدا هنتوصل مع الحديث مع أحمد مجدي ودوري الأمم الأوروبية بعد الفصل أهلا بحضراتكم مرة تانية قبل الفاصل كنا حديث رائع مع أحمد مجدي عن طبعا دوري الأمم الأوروبية أو بطولة الأمم الأوروبية وكلمنا على يمكن فرقتين بشكل كبير جدا فيه تناقض كبير على المستوى الهدوب نتكلم عن المنتقب الألماني هانزفليك مسيطر بشكل أكتر من رائع على المنتقب على الأجواء على الجانب الآخر نتكلمنا على المنتقب الفرنسي اللي يمكن متأخر ونتابع مع حضراتكم يمكن ترتيب المجموعات في هذه البطولة ويتزيل المنتقب الفرنسي مجموعته والأجواء صاخبة جدا على طبعا ديشامب وطبعا أحمد بنتكلم على هل فيه أمل هنتابع معاك طبعا ترتيب المجموعات كلها ونشوف رأيك إيه في المجموعات لكن هل فعلا عدم وصول المنتقب الفرنسي للنهايات هي القصة الأخيرة لديشامب مع المنتقب الفرنسي لا مش يبقى قبل كاس العالم يعني هو لسه كمان فيه أكتر من جولة بعد كاس العالم مثلا متخيل كاس العالم هو اللي يحسن كل شيء يعني لو ما نجحش هي طبعا قدامنا طبعا الدنمارك طبعا الدنمارك متصدر بشكل ثلاث انتصارات على كل النقاط الكاملة كرواتيا النمسا فرنسا يمكن عنده نقطتين وده من خلال تعادلين فالأمور لسه وارد جدا عودة المنتقب الفرنسي هو وارد طبعا وارد في التوقف ده يعني يرجع مركز تاني لا مش تاني اه يرجع مركز تاني وارد يرجع مركز تاني يعني ثمان لو وصل للنقطة ثمانية بس كرواتيا تخسر المطشين صعب برد ولكن وارد يحسن يلازم يحسن وضع هو لازم يحسن وضع لأنه ده يفرق كمان بعدين في النظام الملحق التأهيلي في موقع منتخب فرنسا في الملحق التأهيلي صحيح بعدين ففعلا ممكن تلاقي نفسك يعني بعد كاس العالم مش موجود كمان تبقى ضربتين فعلا بس هو كاس العالم فعلا لو فرنسا ما رحتش بعيد ما وصلتش مينمو المربع زهبي على المربع زهبي طبعا ما فيش داعي لوجود شمت ما فيش داعي أصلا يعني هو اللي هيبقى مطالب بتبرير بقاءه مش مطالبين ان احنا نقوله هو ليه يمشي خصوصا في بديل فعلا الوصول دي المجموعة A2 طبعا اسبانيا في المركز الاول البرتغال تشيك سويسرا مجموعة قوية انا شايف اربع فرق قوية جدا خاصة المنتخب السويسري يعني بيقدي مستويات رائعة ووصل لكاس العالم بشكل جيد مع مراد يكين طبعا زميل السابق في ألمانيا شايف المجموعة دي ازاي المجموعة دي برضو معقدة جدا وصعبة التوقف ده من اهم التوقفات عشان بورتغال عندها اسبانيا وعندها سويسرا اسبانيا عندها البرتغال وعندها تشيك صحيح اسبانيا ماشي بخطة ثابتة ولكن الفرق مش كبير خالص مع بورتغال حم نتكلم على نقطة واحدة ونتكلم على مجموعة رقميا جاهزة ان كل حاجة يحصل فيها يعني نتكلم تمانية سبعة أربعة ثلاثة كل حاجة وردة كل شيء وارد في الوقت الراهن لو اسبانيا والبرتغال يتعدلوا مع بعض كل شيء بقى مفتوح وده ومرشح جدا ان هو يحصل صحيح كريستيان رونالدو طبعا فترة مهمة جدا 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 في وجوده في المجموعة دي جدا انا متخيل برضو التوقف ده من اهم التوقفات في حياة رونالدو لانه بيمر بفترة صخبة جدا وعدم وجود عدم شركته بشكل اساسي اه لازم لازم يظهر دلوقتي ان هو اولا هو كريستيان رونالدو بقيله وعشر مطشات ويتم 200 مطش دول فهو يعمل في التوقف ده مطشين كاس العالم ممكن يخلص الموضوع المتين ده يعني لو وصل بعيد ممكن يخلص موضوع المتين ده او يبقى خلاص على شفا مطش أو مطشين من المسألة دي وده شيء يعني يدللك قدي لعب ده أسطوري في كرة القدم يعني بدون أدنى شك بس عنده التوقف ده تحدي كبير لانه لو عمل لحظة كبيرة بقى زي مثلا نكسب اسبانيا مثلا بهدف متأخر هو اللي يجيبه أو حاجة زي دي هيرجع لتنهاج محمل بقوة كبيرة جدا ان انا لازم ألعب انا لازم أعمل فانا متقال دي ده وافع كتير جدا عند رونالدو دلوقتي خصوة انه مش عايز يدخل في مرحلة الشكل في التأهل وساعة المباراة الدولية فعلا بتكون فرصة للعبين كمان زي ما تبطل إثبات الوجود بشكل أو بآخر على سبيل المثال او مثال واضح جدا انه هو كريستيانو رونالدو وازمته مع المان يونايتد قد تكون البرتغال هي البوابة لعودة تاني الثقة والثقة اولا في نفس رونالدو على طبعا بالضبط والتكريم اللي حصل في الاتحاد البرتغال الكورت القدم من فرناندو سانتو ده كان بعز من فرناندو سانتو حركة في منطقة هو من اهم المدربين اللي شفتهم في حياتي هو تيتيب تاعة البرازيل اللي بتعامله مع نفسية النجم بتعامله مع نفسية النجم ليه؟ هو مش بنفس نجميته من زمان يعني المدرب اللي ببقى كبير في السن ومحظيش بنجمية واسعة جدا يعرف يتعامل مع النجم اكثر من المدرب النجم الكبير قوي اللي ييلي يتعامل مع نجم ذي هنا بيبقى الكلاش عالي انما مدرب كبير في السن ومحظيش بنجمية كبيرة يفهم يعنيه كريستيانو رونالدو يفهم يعنيه عامله بالراحة ب الزبط بالذبط التكريم جيب فوقته وانه وإنه أنه أكثر لعيب جاب جوان ما هو بقاله كتير أكثر لعيب جاب جوان فهو تكريم عشان يقول كمان تصريح مهم أنا هلعب يورو 20-24 يعني واضح أن أنا بقولها هتقاهل وغير هتقاهل هلعب وهلعب كاس العالم ده وبيقول أنه دي مش نهاية المطاف فالحالة النفسية اللي هو دايما كان العكس دايما كان رونالدو أحيانا بيواجه مشاكل متوتر مع البرتغال وانفجار مع الأندية إنه منفجر دايما مع ريال مدير منفجر دايما مع يوفينتوس منفجر لحد الموسم اللي فيتنا على منشستر يونايتد وبيبقى أداءه في الأندية قوي قوي جدا جدا بيحفزه أنه يظهر مع المنتخب بشكل كبير ولكن في الوقت الراهن هو شايف البرتغال زي ما حارتك تفضلته وصفته هو فعلا يعني حلقة طوق النجاة زي ما بيقوله هو دا اللي هيمكن يعمل لحظة كبيرة في الوقت الراهن يرجع لتنهاج يقوله إيه بقى أنا فين بالزرعة أنا وضعيتي إيه دي الوقت طيب نروح للمجموعة اسري كمان مجموعة قوية جدا 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 زي ما تكلمنا موجود المجر وألمانيا وإيطاليا وإنجلترا برضو مجموعة قوية جدا بيتصدرها ودي لغاية دلوقتي المفاجأة أن المجر بتتصدر على حساب ألمانيا على حساب إيطاليا على حساب إنجلترا زي ما أنت قلت أن المنتخب المجري بيقدم مستويات أكتر من رائعة لتوقعاتك إيه لشكل هذين مجموعين يعني متخيل طبعا ماتشنج ألمانيا والمجر ده يبقى ماتش حاسم جدا في المجموعة كلها طبعا المجر بتتصدر لحد دلوقتي بس المجموعة مفتوحة على كل الاحتمالات إنجلترا بعيدة هتبقى نقطتين لو خدت فرضا نستة نقطة اللي جايين أكيد المجموعة هيتغير فيها أن الألمانيا حتى لو كسبت المجر أو المجر كسبت ألمانيا حد فيهم هيفضل متصدر للمجموعة فإنجلترا مش هتبقى كبيرة جدا في الوصول يعني تبقى الموضوع في إنجلترا ده بوابط النجاة يعني التوتر كبير جدا بسبب اليورو بسبب نهاء اليورو ولكن ماتش إنجلترا ده يكون في منطقة الصعوبة لأنه هيحدد مصير إنجلترا في المجموعة وعشان كدا الشحن حصل بشكل كبير جدا في الصحافة الإنجليزية تمام نروح للمجموعة A4 أيضا مجموعة فيها فرق كبيرة طبعا بيتصدرها المنتخب الهولندي موجود طبعا نشوف المجموعة هولندا بلجيكا بولندا ويلز برضو على مستوى المنتخبات 3 منتخبات قوية جدا يمكن منتخب الويلزي الأقل ولكن كمان منتخب بولندا منتخبات قوية هولندا في الصدارة أعتقد حسمت أمورها بشكل كبير بلجيكا بولندا ويلز في قدرة لعودة المنتخب الهولندي وخاصة هلاعب المنتخب الهولندي طبعا في قدرة نحن نتكلم على ليباندوفيسكي ومبارادة دي يونج ودي باي دي باي قريب جدا من تحتيم رقم الهداف التاريخي المنتخب الهولندا وده حاجة محدش أخب باله منها يعني دي باي أصاده 3 جوان بس يبقى الهداف التاريخي المنتخب الهولندا متفوقا على روبين فان بيرسي في المركز الأول أعتقد فان بيرسي 51 هدف لم تخنز ذاكرة وهو 48 ليه تباين على مستوى المنتخب بيعمل أداء وأهداف رقم الهولندا هو نجم الأول لمنتخب هولندا خلال آخر 3-4 سنين هو دي باي ودي باي بيعمل كل حاجة بالذات مع لويز فانخال ديوز فانخال عارف يطلع منه أفضل نسخة وهو واسق جدا في نفسه الجيل أساسا ما فيهوش أسامي رنانة غيره هو وديونج وفندايك عموما يعني يعني بكلم حالتك لا الجيل قوي ولكن ما فيهوش أسامي رنانة تخلي دي باي حصله لحصل في برشلونة ده انه كل بيدري الصغير ده نجم علي ومش عارف مين نجم علي لا يعني دي باي نجم شباك حاليا في منتخب هولندا عنده ماتش كبير جدا قدام بولندا فوز منتخب الهولندي بالثلاث نوعات هو أفضل منتخب عام الرصيد لحد الوقت في الدولة الأوروبية الثلاث نوعات قدام بولندا يعني تقريبا بيعانوا بشكل كبير جدا وصولوا رسميا ليروع 2024 طيب نشوفي المجموعة القادمة أعتقد بي 2 برضو مجموعة بتضم البوسنة والهارسك الجبل الأسود فنلندا ورومانيا مجموعة كمان مستوى الأسماء مش زي المجموهات الفاتت شايف كمان البوسنة والهارسك وهو متصدر المجموعة لحساب الجبل الأخضر فنلندا والمنتخب الروماني يعني طبعا البوسنة منتخب متطور جدا بغض النظر عن موقعه دلوقتي في القرى الأوروبية ولكن البوسنة عنده نجم مثلا بحجم ميرالين بيانيتش نعم وسط دلوقتي الشرق الإماراتي ومستوى نزل شباب كورة القدم ولكن لا عنده نجم كتير جدا منتخب مستقر بدرجة كبيرة أنا متخيل أنه يعرف يلاقي طريقه للمرحلة القادمة في التصفيات إن شاء الله طيب نروح للمجموعة بي فور مجموعة طبعا بتضم من نرويج سربيا السويد وسولدانيا طبعا مجموعة كمان من المستوى الكاني ولكنها قوية جدا كلها منتخبات أولى وفي درب اسكندنادي من نرويج والسويد ومنتخب سربيا منتخب لا يستهن بي على الاطلاق سربيا من أكثر الدول في العالم تصديرا للمحترفين في أوروبا المحترف السربي منتشر جدا في أوروبا اللعب السربي المحترف في أوروبا اللعب منتشر جدا جدا إن الرويج عندها الرشاش طبعا إيرلنج هلند ما حدش عارف يوقفه ما حدش قادر أعليغ الربنا في الفترة الحالية السويد عندها منتخب مطور هل هلند هيقصد كل الأرقام القاسية لكريستيانو رونالدو لميسي على مستوى التهديف بهذا المعدل الكبير جدا على مستوى الأندية على مستوى كمان المنتخب شايف أنه رايح في حتة تانية خالص هنشوف نسخة جديدة من لعب مختلف يعني لعب على المستوى الفني مختلف يعني ولا هو ميسي مهاريا ولا هو حتى كريستيانو رونالدو ولكن ليه السبغة خاصة به هلند أنا شايف يا كابتن واسمح لأستطر تشوف الموضوع ده إن هلند غير تاريخ الكرة كله يعني هلند غير تاريخ الكرة وده مش بس على مستوى الأرقام يعني لو عدنا نحسب بس لو كان مثلا ظهور ميسي وكريستيانو بس في 8-9 مثلا أو 7-8 2007-2008 معناه بس إنه هو كل واحد يوم يدخل في ألف جون دلوقتي وكلام ده ما كانش هتبقى دي الأرقام اللي لها دلالة ولكن فيه لعيبة ظهورها يا كابتن فوقت من الأوقات بيغير تاريخ الكرة هقول له حرتك ليه يعني على سبيل المسال خليبنا نستردع حالة رونالدينيو حالة رونالدينيو لما ظهر من 2002 إلى 2008 فترة رونالدينيو العز رونالدينيو في الوقت ده كانت الكرة شكلها مختلف تماما عن رونالدينيو في الوقت ده كان إيسي ميلان يوفينتوس انتر ميلان أفل كانفارو نستر مالديني ياخدوا شامبيونز ليج يلعبوا شامبيونز ليج اكسترا تايم كله صفر صفر نلعب بلينات 3-2 كله أفل وكله تاكتك وكله كان يعني العاصر الفترة دي في الكرة ما كانتش أمتع الفترات من حيث المتعة لعيب زي رونالدو ما كان لعيب رونالدو اللي هو رونالدو الفينومنو اللي بيحتفل بعمل لادو النهاردة طبعا وناديك كروزيرو اللي هو بيها بتملك وصعد لتضارب برازيلي الأول مرة بعد هبوط 3 سنين رونالدو في الوقت ده ما كانش نجم الشباك الأول في العالم نجوم الشباك الأول في العالم ساعتها مالديني نستا كانفارو اللي محدش عارف يخترق ده فيها إيطاليا مالديني ده ما حدش عارف يعد منه نستا ما حدش عارف يعد منه بوفون ده يعني تشوف نهاء الشامفينو اللي جانا فاكره جدا بتاع الفين واثنين ده مالديني ونستا بيلعب بوفون ونحة تانية يعني حاجة مستفزة جدا من يوفينس وميلان فلما جير رونالدينيو بغض النظر عمل إيه يعني هو رونالدينيو تاريخه كله في مثلا عشرة أو حداشر بطولة ما هو أشق الأعلى صعيح حصول مش الأكثر حصولا على البطولات بس وجود رونالدينيو غير التاريخ في الوقت ده وجود لعب زي رونالدينيو كرة القدم اتغيرت ليه لأنه بعد لعيب المهاري تاني رجع اللعاب الأوحد اللي بيصنع لوحده ويجيب جيل ميلان ده كله كلهم اعتزلوا بسببه بسبب مارشين ثلاثة وارا بعض كده لعبهم في الشامبيونز ليج فرونالدينيو في الوقت ده غير تاريخ كرة هلند هغير تاريخ كرة القدم هقول لك من أن المنطلق ميسي على سبيل المثال غير حاجة مهمة جدا أنه في إنكار عالمي أن يجي لعيب زي مرادونو مثلا لما كان العالم كله بينكر ما فيش لعيب هايجي MAXE أي لعيب أورتيج لو حررتك تفتكر أديением الأورتيجة كله كان بيقولني ده مردونا الجديد إنكار عالمي ما تقولش مرادونو الجديد محدش كان يقدر يقولها حتى مرادونو الجديد شيفشينكو ما فيه ما تقولهاش أي لعيب أشوف فلما ميسي جيه وما ده الأعلام يقول ما ده ممكن ده بيعمل نفس الحاجة ده واضح نحن بيعمل نفس الحاجة ده خد شامبينز ليك ده خد ست بطولات ده بقى أحسن العيب في العالم ده خد ثلاث أحسن العيب في العالم فده غير في تاريخ الكورة شيء هل أند بقى دلوقتي في وقت من الأوقات المهاجم الكلاسيكي بدأ يختفي ده حيئ يعني احنا لما بنشوف نمازج كل المهاجمين اللي ظهروا آخر عشر سنين مش من بينهم غير يعني حتى ليفندوفسكي بيلعب برى المنطقة يعني بياخد من برى المنطقة ويروح بياخد من برى المنطقة ويقسم لعيب كورة برضو سوارز على سبيل المثال معظم تحركاته كبرة المنطقة دخوله المنطقة ببقى في الوقت اللي هو عايز يفنش فيه بس هو معظم وجود سوارز اللي أنا بيعتبره ان هو أحسن مهاجم في آخر عشر سنين في الكورة مثلا معظم شغله برى المنطقة ده يدرك بقى شكل برى منطقة سامويل اتو كتير قوي برى المنطقة زلتان إبراهيم وفيتش بيصنع لعب وبينزل نص الملعب الناس بتشبهوا بإبراهيم وفيتش بس مش على هلند 18 هلند رجع أنا مش بحب القناة بس هو بيفكرني بكابتن حسان بكابتن حسان انت هتفتكر لقطات قليلة جدا لكابتن حسان برى الصندوق بس جوه الصندوق هتفتكر له 100 حاجة وتسعين جو فهو هلند كده هلند وجوده في منطقة الجزاء وهو عنده قدرة طغية على استغلال أنا بشوف كل شبر في جسمه هو بيستغل جسمه وبيستغل كل شبر في جسمه أنا فاكر الجون اللي جابه في كريستال فلس عن سبيل المثال لا هو عمل دي كده حاجة زورة ثلاثة هو عمل بس دي كده حاجة ثلاثة وده كان ما بقاش موجود رحنا أول قصة المهاجم اللي سكيلفول بقى بتاع المهارات اللي بياخد في رجله او اللي بيسموه الميز رانر اللي بياخد الكرة في رجله ويطلع من بره ويجيب جوان لا هلند وجود بتاع ده خالص اعمل لي عرضيات وسيب الموضوع علي اعمل عرضيات دخل الموضوع او سيب الموضوع او وصلني هي لمسات قليلة جدا يعني أنا بيعجبني قدرته انه هو يعني يفضي نفسه في الست مش طبيعي في الموضوع ده ده موضوع underrated بالنسبة للمهاجمين على كمان البرسنتج الفرص والتهديف يعني بتتكلم على مش طبيعي مش طبيعي فعلا لا بكلم حضرتك غير كده أنا يعني وبعدين ما فيش حاجة اسمها أنا بتأقلم والكلام ده يعني في قصة اننا كنا بيقول لا انجلترا مختلفة منشوفك ما فيش الكلام ده هو قصته كلها الكرة دي والشبكة دي بس هو بيعرف يحط الكرة دي في الشبكة دي ما بيعملش حاجة تاين الله ساحمد مجدي بيقول انه هلن هيغير تاريخ الكرة العالمية في السنوات اللي جاية يلا نتابع لسه طبعا المجموعات ترتيب المجموعات بالنسبة بطولة الأمم الأوروبية هنقف عند المجموعة سي وطبعا تركيا في الصدارة أيضا تركيا في اعتقاد يعني بالنسبة طبعا للفرق اللي معها هي اللوجيك جدا تكون في المرتبة الأولى لوكسنبورغ جزر فاروي ليتوانيا محسومة شوية لا محسومة جدا منتخب تركيا مستغلا الحالة اللي عليها الدوري بتاعهم الفترة اللي فاتت الدوري بيعلق جدا من ناحية تسوئية السنة الثالثة أو الرابعة على التوالي أعتقد البطل بيعرف في شو طريقه للمراحل هو طبعا تربزون ما عارفش يكمل لحد دور الأبطال بس كان فيه طول السنوات اللي فاتت كان فيه نادي أوروبي نادي توركي دايما في دور المجموعات في دور الأبطال أوروبا لأن ديال كوبرا دلوقتي اللي وسع دلوقتي في تركيا ما بقتش قصة فنر بخشة وجلطة سراي بس لا جلطة سراي زناهي السنة اللي فاتت الثامن على سبيل المثال جلطة سراي دلوقتي بيعمل مركاته ورهيب علشان يرجع تاني للمستوى بتاعه في فنر بخشة في إسطنبول بشاك شهير حتى اللي كان بيلعب فيه كهرباء هاتاي سبور كان رابع لحد الأسابيع الأخيرة في السيزون اللي فات رابزون سبور خاد الدور اللي بيلعب في نجمنا محمود حسن تريزيجي فتركيا بتستفيد من الحالة الكروية بشكل عام اللي بتمر بها البلد وده المنعكس جدا على المنتخل طيب نروح للمجموعة اللي بعديها مجموعة سيلي بتضم اليونان كوزوبو آيرلندا الشمالية وقبرص اليونان طبعا عايزة ترجع بشكل كبير واضح طبعا حلم 2004 كلاسيكي بس يعني خلاص هو بقى فيه شيء ما بيربطهم حاليا اليونان تتمنى توصل فكرة مجرد الوصول يرجع تاني قصة وجودي في كتاب التاريخ يعني لما نيجي نستعلم لما مصر مثلا وصل كاس العالم بتاع 2018 فبقنا بنقول ده مصر اللي وصلت 24 34 90 2018 فبقى فيه مجال نحن نتكلم عن تاريخ مصر الكروي فلما اليونان توصل كاس أمم أوروبا يبتدي كل يستدعي تاني بطولة 2004 لأن فيه ما يبررها فيه منتخب يوناني حالي فلما بتحصل تفارات زي دي في كرة القدم طبعا منتخب اليونان عمره ما هيكرر 2004 دلوقتي يعني الفرق كبير جدا بين منتخبات أوروبا ولكن مجرد الوصول بالنسبة لمنتخب اليونان هيعني كتير جدا بالنسبة لإرث 2004 لو جاز أن نستخدم هذا التعبير يعني أنت بترشح منتخب اليوناني منتخب أيلاندا الشمالية مش قوي زي زمان حقبة شي جيفن ورويكين وداميان داف ورويكين كمان مش بنفس القوة في الوقت الراهن عنده مشاكل كتير جدا وعشان كده موقعه في الترتيب بعد كوسوفو على سبيل المثال بفرق أكتر من ثلاث نوع المجموعة سي 3 كازيختان بعشر نقاط سولفاكيا بستة وروسيا البيضة محسومة لحد ما يا أحمد يعني أعتقد أعتقد المجموعة محسومة ولا أنت ممكن يكون فيه مفاجأة بالنسبة لأول اتنين الصعود لأول للأول والتاني يعني ما ما أعتقدش بصراحة وما أقدرش بصراحة استنبت شيء معين عن مجموعة زي دي خصوة أن هناك تفاوت في عدد المباريات اللي أخذتها المنتخبات يعني بشكل واضح كازاخستان منتخب قادم بقوة ليه لأنه داخل من حقبة التحول من أسيا لأوروبا ده بقاله دلوقتي خمس سنين أو ست سنين تقريبا فحاجة زي دي ممكن تبقى مرجعية تصدر المجموعة ووصول الملحق تاني حتى لو مش هوصل لليورو ووصول الملحق تاني علشان يظهر بشكل كبير في اليورو أعتقد أنه بيخطط لحظة مرجعية زي دي طب نشوف المجموعة الجاية جورجيا مكدونيا الشمالية بالغارية جبل طارق جورجيا طبعا أنا بأسجل إعجابي بكفرات سخيل طبعا لعيب 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 ممتاز يعني الأقصى درجة بيقول دلوقت النهضة الجورجية في كرة القدم جورجيا عندها أكتر من محترف بشق طريقه يعني في دوريات أوروبية كويسة زي ما قلت لحضرتك أنا ما قدرش أقول قلنا اسم جورجيا كمفاجأة ولكن ما قدرش أصنف أنها تروح الحتة دي صراحة بس تقدر تقول أنه في تطور في كرة القدم الجورجية يعني فيه بلان بيشأن العيب زي كفراتسخية يطلع لك ويلعب في نابولي ويعمل العمل في ليفربول في مواتش الأربعة واحد ده ويرجع تاني المنتخب فأنت بدأت تتكون ارسل لكرة القدم في الجورجية تقدر تبني عليه لو في خطة ومنهج كبير جدا للمنتخب طيب المجموعة اللي بعديها مجموعة اللي بعدها دي كويس نحن نعرف نحن نرأس من المجموعة دي طبعا وده اللي بتتكلم علي برضو بتدي فرص يعني فيه ناس ما كانتش تعرف أندرو مولدوفا أي دول كانوا بيأخذوا نقطة بيفرحوا بيطول المنوع اللي عم على البرتغال ومع التشيك ومع سويسرا ومع مش عارف ايه فهو مش عارف ياخد حاجة فأنت لما تحط دلوقتي فيبقى سمو وصل للملحق المش عارف ايه للدرجة التانية دي فهي عممكن يعمل مفاجأة تانية بشكل ما في الملحق ده زي ما حصل مع مقدونة الشمالية مع الخرصة وتيحط لمقدونة الشمالية عشان اختلاف نظام التصفات لكاس العالم المرة اللي فاتت في تصفاته عشرين اتنين وعشرين فمن الحاجات دي اللي ممكن يبقى فيه شوية تغيرات طيب نطلع لفاصل سريع يا احمد بعد الفاصل ان شاء الله نفتح ملف جديد هنا في المحترف خليكم معنا اهلا بحضراتكم مرة تانية احمد خلينا نفتح ملف الدوريات شوية ونتكلم على دوري أنا بالنسبة لي طبعا شاركتي فيه سنوات طويلة جدا جدا هو الدوري الالماني والدوري الالماني خلال طبعا عشر سنين اللي فات واحتقار كامل للبايرن ولكن انطلاقة غير متوقعة للبايرن مع مدربه الجديد النيجلزمان ومشاكل كتيرة جدا مشكلة البايرن في مدربه في اللاعبين في عدم وجود بديل واضح وصريح لغياب طبعا لفندويسكي عن الفريق يعني أنا شايف النمط الإداري يعني لو عن شخص مشكلة واحدة كده نقول أنه أكبر المشكلات فيه أكتر من مشكلة بس لو أكتر مشكلة فهو أنه فيه نوع من عن جهة الإدارية كده ببري من تجلت مثلا في مسألة موضوع لفندويسكي فعلا لو مش عايز تمشي ألزمه ودخله هو الرجل دخل معذكر والموضوع كان خلص ولكن أنت ركزوا جدا في موضوع لفندويسكي على أهانة جميع الأطراف أهانوا لفندويسكي وأهانوا برشلونة يتتساعد المشكلة في حين شايف أنه كبرياء زيادة لازم فيه نوع من أنواع العجرا فبما أنا صاحب لهم أنا شايف كده وتمنى كل عشاق برني مونيخ يعني يعني ما يخذوش الموضوع ده على ما أشجع برشلونة وإحنا مغلوبين تمانية فمخلصين نمر مش أتكلم في الموضوع ده بس وليس مغلوبين الإسبوع اللي فات منهم فمش باتكلم على تشخيص الموضوع البديل الأمثل ليفندوفسك ليفندوفسك مش بس كان هدف بيرني مونيخ ده هدف بيرني مونيخ بقاله 8 سنين صحيح كرة القدم في بيرني مونيخ كانت بتعتمد على رأس حربة كلاسيكي رقم 9 في الصندوق لمدة 9 سنين أو 8 أجمين وهميين على سبيل المثال لا يعني أنت عند دو وقت جناب بيريو مولر وسادي مونيخ حتى اللي انت مش عارف حتى توظف في الملعب جناح ولا عارف توظف سادي مونيخ انتقادات كثيرة جدا جدا هل سادي مونيخ مظلوم في بيرن هل تشاد بتاع ليفندويسك انه هو هيسدي مكانه ظالم شوية سادي مونيخ لعبه كرأس حربة صريح لعبها في ليفربول لكن في مباريات كثيرة جدا بيلعب وينج شمال فأنت شايف كمان صفقة سادي مونيخ مع الباير أنا شايف طبعا صفقة ناكحة جدا لكل الأطراف وانا شايف الباير بغض نظر عن كل احنا بنتكلم فيه ده بس بارنا سيطلع من كل بسهول بارنا سيأخذ الدوري بسهل جدا وهيتخطى بس نتكلم لأنه في شيء مختلف السنة اللي فاتت أو قبل اللي فاتت مع نيكو كوفاتش كانت بداية مترنحة جدا وفي الأخير خدوا الدوري الدوري الألماني لليلأسف مفيش مش في النص لأن كانت تصعد المشكلة كبيرة جدا مع النجوم بالذات نيو مولر ولكن بنتكلم برده فرق كبير بين بارنا وبين كل أنديت الدوري الألماني بس نتكلم بشكل موازي هل فرقة بارنا ميونيخ بما أبدته حتى قدام برشلونة في ماتش الـ 2-0 برشلونة كان أفضل بكتير برشلونة كان ممكن على قل يطلع بهدفين ثلاثة بزبط فالمقصد أنه هل هذا الفريق اللي انت بتعاول عليه عشان يوصل لمرحلة بعيدة في الشامبينز ليج ولا لا أنا بقول أنه التشكيلة محتاجة شيء التشكيلة في الملعب محتاجة شيء الشيء دوت يعني أنا أرى صفقة دايت أوبامي كانو مثلا صفقة موفقة جدا جدا شايف أن بارنا ميونيخ عنده حلول كتيرة جدا في خط النص ما ما فقدت شيء ولا أعمار زادت ولا أي مشاكل حصلت فيها شايف أن عنده كمية حلول كتيرة جدا في خط اللجوم بس مسألة ليفندوبيسك أنا أتفق معك فيها كابتن موضوع عدم موجود مهاجم تسعة أنا لو ما بلعب كده سنوات طويلة ما يقصر ولكن أنا بلعب كده بس يعني تسعين فيما منشاط فبشكل ما الجيل ده اتساست من في تسعة فتبص مثلا زي برشلون على سبيل المسألة الان تارجت نادرا ما كان كده بيرني مونخ ما فيش شوت تارجت يعني تكلم في ستة أو سبعة شوت تارجت في الألن زارين ده لا شيء بالنسبة لبيرني مونخ متأسف لا شيء بالنسبة البرني مونخ فما فيش اللي هو المهاجم ولا ركنية شوت الأولاد يعني ولا ركنية للبيرني شوت كامل ولا ركنية بيلعب فالأعلن بس ده كان بيزهق يعني عارف لما يقول لك ايه كابتن لما كان مثلا ايام هولندا بتاعت 88 ويجي يقول لك مهما الدنيا عكت في فنباستن هيشوت واحدة هيعمل واحدة بس يعني انت مش محتاج حلول كتير يعني لو تمسك خلية مثلا وريكارد والشباب دي لا بس واحدة طايرة كده مش هجمة اساسا هيشوتها واحدة فرست تايم جون فهي دي الحاجات اللي في اللي باندو بسكي لعبز اللي باندو بسكي بيحلها لك هو لا بل دبقة ولا تاكتك ولا استقبل الملعب ولا اي حاجة هو رجل موجود وفي ناس بتحط الكرة في الثمنتاشر بنسبة كبيرة هو يتفوق على كل الناس وهيجيب جون هي دي الفكرة لما يبقى عندك اللعب ده وتفرط فيه بدون بديل واضح أنا قلت بصراحة يعني في البداية وظني خاب قلت في البداية نساديو مانيلا هيلعب تسعة بس وده النادي اللي هيلعب فيه التسعة اللي لعبها السنة اللي فاتت في ليفر بول وكان موفق فيها لدرجة كبيرة يعني مع ليفر بول اي نعم أنا بشوف أن مانيه في أسوأ حالات ونازم يبقى جناح يعني لازم يبقى جناح لازم يبقى جناح مثالي بيديك حلول دفاعية وهجومية على أي خصم ولكن أنا قلت خلاص مانيه هيلعب تسعة من أول الموسم لآخره ما فيهاش جدال والمكانة بقى طلع قوماش كمان خمس ماتشات صحيح عشر ماتشات يبقى دي مسألة تقديرية لما المكانة طلعت قوماش مثلا في السوبر الألماني بس نبص لها نتيجة خمسة اثنين أو خمسة تلاتة لا فيه مشكلة فيه بيرن مش بالقوة المفترس اللي احنا عارفينها مثلا عنه ونجلس من على سبيل المثال تمام هو مدرب خلق يعني بحيث ان الانداء كبير يا كابتن مش حملة قوي مدربين صغار لسنوات طويلة آه انت ممكن هو دلوقتي نجلس من مثلا ماشي على نفس السيستم ماشي على نفس كل حاجة بس قط اللبس بتاعة البيرن فيه لعبة كتير أكبر منه سننا تقيلة تقيلة واسماء تقيلة وحتى على مستوى نتكلم بنشجع المدربين الشباب ونتكلم ألمانيا عندها ظاهرة جيدة جدا المدربين متوسط عمار مقليل ولكن في الآخر بتتصطدم بنادي كبير بحجم البيرن وده يرجعني لطبعا إقالة طوخل من شلس هل خلاص طوخل القرب بشكل كبير من البيرن ويكون على رأس الإدارة الفنية بلد مثلا من يومين صحيفة بلد أهم صحيفة ألمانية لها السكشن رياضي بتاعها يعني صحيفة بلد قالت أن فيه تواصل حصل بين وكلاء طوخلوا بين بيرني مونيخ وأن التواصل ده مش الأول التواصل ده مش الأول يعني وواضح أنه كان فيه فكرة الاستخلاف ناجلسمن أكثر المتحمسين لها جوه أرواق بيرني مونيخ هو كارلا هينز رومينيجي مفيش رفض كبير من هونس مثلا مفيش رفض كدير من رئيس النادي الحالي أو الرئيس تنفيذ اللي هو أوليفر كان ولكن المسألة محتاجة أنا بشوف برضو وجود تخل آه ممكن يخليك تكسب الدور الألماني عالي قوي يعني لأنه خبير بوندس ليجا ولأنه اسم كبير بأخذ دور أبطال أوروبا بره ألماني خلص عندهم تشبع من الدور الألماني يعني البيك تارجت بالنسبة له هو دور الأبطال ولكن يبقى طبعا الدور الألماني هو طبعا مسابقة محلية بالنسبة له مهمة جدا لكن دور الأبطال وبالتالي ممكن نروح لتخل لفايز بهذه البطولة دور الأبطال يمكن من من سنتين وبالتالي أسهمه تكون أعلى متوقف على إدارة الفنية متوقف على أداء باين خلال الفترة اللي جاية من خلال البوندزليجا أو من خلال دور الأبطال ما أنا بشوف تخل برضو اسمي مش هيديك الاستقرار الكافي دلوقتي تخل مرة على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد المهني بمشاكل كتيرة جدا خلال آخر شهرين يعني وعلى الصعيد الشخصي مثلا طلق زوجته اللي بقى لهم 13 سنة من التزوجين والصحافة ملاحقاة جدا مع العريضة الأزيال برازلية مثلا اللي هو معها الوقت ده وفي الوقت ده مش هيكل شخصي ست ماتشاط مع تشيلسي ما نجحش أنه يظهر بشكل كويس بيقال بعد جولة واحدة في الشامبيونزليج وبيقال إقالة صخبة يعني بيقال إقالة صخبة والملفت للإنتباه جدا فيها إنه ففانة بس الصفقة الجديدة الوحيد اللي قاله جود ضايق أنا كنت سعيد جدا وبتمنى لك التوفيق كل لعيبة تشيلسي محدش كتب تويت عنه غير ريس جيمس تاني يوم وزير ريس جيمس برضو يعني مش من اللعيبة ذوي الإرث الكبير دلوقتي بس باتكلم على الأسامي التقيلة لا ما حدش دعفة فواضح جدا ده بأعكس كان في مشاكل فعلا فقط اللبس كان في مشاكل ما بينه بين جزء كبير مجموعة كبيرة من اللعبين اللعيبة خلق فيه في تفاصيل كتير طلعت عن المسألة ديل جاردين مثلا نشرت المسألة كلها مثلا بسبب أنه مردش على رسالة واتساب على تويت بولي مثلا اللي هو الملك الجديد ملك الجديد لأفكار وفي كرة القدم عايز يعمل دوري شمال ودوري جنوب وداخل إنجلترا داخل يعني داخل سينمائية قوي بس المسألة الكبيرة كانت مع تويت بولي طبعا مع رئيس الكونسورتم أو الملك الجديد لتشيلسي ولكن اللي حصل مع اللعيبة 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 زي ما تقول حارتك اللعيبة لما بقى بنادي بحجم تشيلسي وفي اللعيبة من جنسات مختلفة وفي اللعبة بقى لها سنين موجودة وفي صفقات بدأت ما تاخدش رأيك يعني مثلا روديجر ما فيش مرة قعد قال أنا اتكلمت مع تخي أو أقنعني الموضوع كان واضح إنه اللي عايز يمشي هيمشي واللي عايز يقعد فواضح وهو طلباته في المركات يعني مركاته ويبقى غلى مدافع في العالم ده مش حق يعني انت انت صفقات زي دي كمان مش هتتم بس انت لما دخلت في كوندي برشلون أخده منك رغم المشاكل ورغم الديون لما دخلت في ديونج ما مشيش من برشلونة لما دخلت في أي لعيب في المركات وكان بتسبب لك مشاكل كتير فهو رجل مطالبه ما تنفزتش المسائل مسألت اللي كان دايما بولي عايز يتدخل في فرقة الكرة وهو لسه ما جاش بقاله أسابيع وتخل قفل الباب ده تماما فبدأ يرود يبعط له رسالة على واتساب ما يرودش عليه ده الجاردين قالته انه ده من أهم الأسباب ان الرسالة على واتساب دي غاضب جدا توت بولي يعني وكان مستني له واحدة يعني مستني له غلطة فكانت الخسارة من شاختر دونجسك في دورة أبطال أوروبا يعني القشة التي قسمت ظهر البعير زي ما بيقول زي ما بيقول يعني انت كمان مش من يعني مش مرقح ان هو يكون على القيادة الفنية للبعير خلال الفترة الجاية النتيجة لا أولا لو نجلس ما نمشي لو نجلس ما نمشي هو تخل لهيج بالنسبة كبيرة تخل لهيج لان انت هم بيحبينه بس أنا بقول مردود دقيع الفرقة الفرقة هتجيب مدرب متوتر جدا أنا بحبس جدا ان الفرقة يبقى يعني انشلوتي عملي في الولاية التانية انشلوتي عملي يعني في الولاية التانية فران مدريد هو جاي بعد مسيرة تكاد تكون انتهت يعني جاي بقى راح غير سياسته شوية انشلوتي الولاية التانية غير كتير من سياسته ليه علشان هو الراجل خد خبرات رهيبة وخد قضة لبس متوترة مليانة بقى لو بيتيجي على سولاري على مدربين صغيرين اللعبا نجوم عليهم من الآخر يعني بيجي المدرب بيجي زي انشلوتي بس كل يعني اهم شيء عمل انشلوتي في السنتين دول في الولاية المدريد الهدوء 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 بس ما فيش حاجة تاني بنزيمة كل لعيب بيتطور بالراح في نيسيس جونيرو الصخب اللي حاصل ده كان ممكن يعلي وبتعلى انشلوتي تمام دعمه بس مش بكلام برضو رنان بالفردي اللي حاصل بيتطور لعيبة واحدة واحدة فهو الهدوء ده انا بحبزه جدا في الكور الا مثلا لو مشروعك ده بيكون اه هنا عايز افكار ثورية مثلا برشلونة مع تشافي مش بتاع هدوء ده مش وقت الهدوء طبعا انت وقت غربالة انك تغير الدنيا من صحيح تغير الدنيا من الالف للياء يعني بتقسف جدا تغير تخل بقى بيتصف معلي شو تقسف جدا لا خالص طب خلينا خروج ناجل زمان من الادارة الفنية الباين اكيد تغير هيكون موجود لان النتائج مخيبة جدا جدا لانطلاقة الباين خلينا نشوف يمكن نتائج الدورة الجولة الاخيرة من البوندزليجا لان كمان المتصدر يونيو برلين يونيو برلين طبعا مفاجأة كبيرة في تصدره دي طبعا النتائج والمينز بتعادل مع هيرتا واحد واحد لابر كوزن تعادل مع بيردا بريمين واحد واحد دورتموند فوز واحد سفر على الشالك شتوتجار ثلاثة واحد خسارة من فرانكفورت اوكسبورج وفوز واحد سفر على البايرن ودي كبعا كانت نتيجة صعبة جدا على البايرن بعد كمان سلسلة من التعادلات مونشن بلادبخ فوز ثلاثة سفر على لايبسيج يونيو برلين المتصدر بفوز اتنين سفر على فولسبورج طبعا بيوجود عمر مرموش بوخهم واحد واحد امام كولن وهوفنهايم التعادل سفر سفر مع فرايبورج زي ما بقولك النتيجة صعبة جدا ويونيو برلين مفاجأة ولكن اعتقد الله تستمر كثيرا نتكلم على بروسيا دورتموند هل بروسيا دورتموند هتستغل دوت انها تعصر البايرن ممكن جدا فترات اللي جاية نشوف بطل يعني بطل بعده سنوات بعيد عن التتويق في البندسليجا طبعا افكار ايدن ترزيتش بدأت ايدن ترزيتش برضو مدرب صغير في السن نفس السياسة وده واضح ان المانيا ماشي عليه دورتموند بقى يعني قط اللبس قهده كتير ولكن برضو اصابت مارك رويس ضربت بروسيا دورتموند في ماتا لانه الاول مرة برضو بيقعد سنة او قرب السنة من غير اصابات بشكل بشكل منتظم جدا في الاداء بشكل مستقر في كل شيء حتى من الناحة البدنية من الناحة التهديفية من الناحة الشخصية بيستدعى للمنتخب بانتظام بيبص الكاس العالم بتطلعات كبيرة كبطولة قد تكون الاخيرة لي على الصعيد الدولي مع منتخب المانيا لما جات ضربت دورتموند هو كسب الماتش اللي لعب قصة شالك 1-0 ولكن ضربت رويس دي انا متخيل انها تأثر جدا على مصار دورتموند بتكلم في شهرين او ثلاثة مينموم بيرن الغبة مش هتطول وينو برلين انا عايز اشير برضو القصة قورس فيشر المدرب بقاله كتير جدا بيدرب بس لما خد يونو بنيلوقتي عمل شيء مهم جدا يونو برلين دلوقتي تاني اقوى تفاع في اوروبا في اوروبا كلها وإحنا لما نتكلم على سعب بوندس ليجا يستقبل ثلاثة اهداف بس فآه احنا بنقول ان الصح والشيء ده ممكن يكون مؤقت ولكن لما تستقبل ثلاثة ماتش ده مؤشر كويس جدا للأداء الدفاع بتاعك وده الشيء الفارق مع يونيون برلين ويونيون برلين ما تغلب شوالا ماتش من أول دلوقتي لحد دلوقتي في البوندس ليجا طبعا بدون هزيمة بتاعدي الماتشين وكسر تعالى نشوف الترتيب البوندس ليجا وتصدر طبعا يونيون برلين مفاجأة تصدر الدوري الألماني المركز التاني بروسيا دورتموند 15 نقطة فرايبورج في المركز التالي 14 هوفنهايم 13 البايرن في المركز الخامس ب12 نقطة جلادبخ السادس ب12 فراينكفورت مركز السابع ب11 ماينز في المركز الثامن 11 نقطة كولن بيردا بريمين أكسبورغ ليبسيك هيرتا بيرلين شالكة باير ليبركوزين كمان مفاجأة كبيرة جدا وجود باير ليبركوزين في المركز الخمستاشر شتوتجارد في المركز الستاشر بخمس نقاط ومتزيل الدوري فولسبورغ بخمس نقاط مع بقم في المركز الأخير بنقطة وحيدة زي ما بقولك هو الدوري الألماني دوري متقلب لكن يبقى طبعا اللي هو البايرن هو هيعود ويعود بشكل أقوى من الأول طيب عندنا بعد كده ناخد عندنا عضية هنتكلم فيها يعني إحنا دايما عايز أخد رأيك في بعض القضايا يعني إحنا خلصنا الدوري الألماني في قضية مهمة جدا نتكلم عليها خاصة ببعض التسريبات في الفترة الأخيرة لعقد ميسي مع برشلونة أثرت جدل كبير جدا جدا في الصحف العالمية وخاصة في الصحف الأسبانية عايز نقشك فيها بشكل كبير لكن خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع مع حضراتكم أهلا مع حضراتكم مرة تانية عندنا ملف وعندنا قضية النقش مع نجمين أحمد مجدي جريد الموند الأسبانية فجرت يمكن مبارح بعض التسريبات عن مميزات في تعاقد برشلونة مع ميسي أو العرض المقدم من برشلونة الميسي أصارت ضجة كبيرة جدا 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 طبيعتي ده ازاي وشفتي ده ازاي طيب خلينا الأول نقول شوية معلومات كده المعلومة الأولى أن الموندو ده مش أول تسريب لعقد ميسي في تاريخ الموندو الموندو دي مش الموندو دي بورتيفو دي الموندو أخر الموندو مدريدية فنطلع أخبار من مدريد يعني صحافة أسبانية من جوة كتالونيا غير الموندو دي بورتيفو وسبورت دي بتبقى ضجة جندة المرة اللي فاتت كان تسريب العقد اللي هو الأكبر في تاريخ قلت القدم اللي هو 555 مليون سترليني في 3 مواسم اللي هو بيقضي بتقاضي ميسي 138 مليون سترليني في السنة ده كان العقد اللي هو 3 مواسم من 2018 ل2021 تجديد ميسي في 2018 كان بياخد من 2018 ل2021 الرقم ده هي نفس الجريدة اللي طلعت الخبر نفس الموندو هي الموندو هي هي اللي بي مختلف في التسريبات بتاعت المرة يا كابتن ان تسريب لعقود ميسي كلها مش عقده بس ده مش العقد الأخير ده عقد مع برشلون جميع عقود ميسي من ساعة لما مضى في قطاع الناشئين من ساعة لما مضى في قطاع الناشئين فده شيء تم بإرادة حد من جو قدرت النادي يعني ده 100% وعشان كده دلوقتي أصابع الاتهان بتشير للإدارة السابقة بقادة جوزيب ماريا بارتوميو انه بقلي رجالة لانه لانه كلام كبير لانه انت بتكلم في كلام كبير وتوقيت الخروج دلوقتي وبرشلون بأول وقف على رجله بيتعافى بمسألة التخبط فواضح انه في دور للرجال بارتوميو السابقين فنحن بنتكلم على بداية أول خلط ان ده مش عقد والأخير ده كل عقد ميسي من ساعة ما وصل برشلون منهم عقد بقى كم يوقع على منديل على منديل يعني علشان هو ما كانش يبيكتب ولا اي حاجة فعقد موقع على منديل بقلم جاف منديل أول عقد خلص اللي جابه من فانت بتتكلم حتى انتهاك لكل حقوق ميسي وميسي لحد لوقتي ما عقبش كل حقوق ميسي انتهكت في العقد ده ده أول شي تاني شيء الخلط التاني اللي حصل انه الخلط وده للأسف يعني خلينا اقول لحرارتك انه والله كثير من الإعلامين العرب وكثير من الإعلامين الأجانب قالوا الكلام اللي اقول لحرارتك ده ان ده العقد اللي ما توافقش عليه في الآخر واللي تسبب راحل ميسي او ان ده كان عرض برشلونة اللي ما توافقش عليه وسبب راحل ميسي فده خلينا نصحح بس مفهوم بسيط خالص ميسي وقع عقده من 18 إلى 21 اللي هو رقم الفلك رقم الكبير كان بيقضي ان اخر مواسمه يقدر يمشي ان هو من اول 2020 يقدر يمشي بدون اي حاجة يعني موسك في العقد انه بعد يعني 20 فبرشلونة كان بيكلم في الشرط الجزائي برشلونة كان بيكلم لا احنا عايزين نحط شرط جزائي ما فيش حاجة اسمها هو هو قال لا ده خلاص هتبرو عقد مدى الحياة اعتبر ان انا التجديد هيكون تلقائي بس ما تحط ليش شرط جزائي لما حب امشي ده اللي ميسي قاله في 20 من 18 21 اللي حصل ان ميسي في 20 20 مع المشاكل وكومن وال8 2 والكلام ده بدأ ميسي ايه يمتعد فخلاص انا ممكن امشي انا في عقد لو حارتك تفتكر الوقت ده لما ميسي طلع اتكلم ايه انا قاعد انا قاعد ليه مش عشان عقده كان عقده يخلص كمان سنة المفروض انه لسه في حوزة برشلونة ويمشي كمان 6 شهور فميسي قال لا استنى 6 شهور وبعدين قال ايه انا قاعد انا قاعد دلوقتي على الاقل المدة سنة فده وصل رسالة 80 اللي احنا بنتكلم عنه العقد اللي تمت الموافقة عليه الزيادة هو اللي حصل في 2020 اللي ميسي يوفق عليه بالفعل ده اللي تسرب لان ده اخر عقد 2021 اللي حصل ان ميسي عقده انتهى مع برشلونة برشلونة بيحاول يجدد العقد بيعملوا عقد جديد فده شيء مختلف تماما فبكاء ميسي كان بكاء حقيقي يعني عشان فيه ناس بيقولوا ازاي ده اللي مكتوب وميسي عادي عايط لأ ميسي ما كان بعايط لانه اتقالوا اتفضل سألا خد شنطتك وامشي ده حاجة تانية حاجة تانية غير ده ايه بقى اللي حصل في 2020 هو ده التسريب هو ده التسريب الكبير التسريب الكبير انه في 2020 هو ما كانش فان برضه قوي بس حتى البنود هي مش كبير على حاجة يعني لما تقول لي مثلا هو ميسي عايزي مثلا يعني بقى مبلغ مهين جدا لو شرط جزي عشر تلاف يورو اتفعلك عشر تلاف يورو وامشي على سبيل المثال فبرشلونا رجع رجعو في دي يعني برشلونا وساعتها كان الرئيس هو بارتوميو رجعو في دي قال له أنا عايز لا فيش حاجة عشر تلاف يورو انت هتمشي بسبعمائة مليون يورو والبند ده تحط في العقد اللي هو الهدف الرئيسي من التجديد فده ميسي ما انتصرش فيه ميسي بيتكلم في رفاهيات تانية زي اننا أسرتي تبقى ليها ايه وعالة سوارس صاحبي بقى ليها ايه في الملعب وليها ايه جوا النادي وفي طيارة خاصة تنقلني وكلام يعني على المستوى اللجومية بتاع ميسي ما هوش ما اعتقدش انه هو خارج نطاق لجومية ميسي اه يعني لو ما تجد نمار بيعمله منه عنده تسعتاشر سنة بطيارة خاصة ليه تمانية اصحابه اه 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 منهم تمانية اصحابه بالأسامي بيتحركوا معه في اي حطة طيارة اي نادي بيروح ولازم يحصل ده منهم مثلا سلاسل سلسل يعني ليه سلاسل فندقية مملوكة للخليفة كتابة كلها باسم نمار عشان عشان ينتقل بس غير المتين وعشرين مليون يورو اللي دفعت ساعتها شنط كتير كده دخلت في نادي برشلون فهنا نتكلم لا يعني هو قصة الشروط التعجيزية لبقاء ميسي ده مش حقيقي وللأسف سقط في الفخ ده يعني ناس كتيرة جدا هل ده شرطة هل ميسي لما يقول انا عايز كذا اه البند بتاع عشر تلاف يورو ده ممكن كان بنده مهين ها طبعا مهينة المية هل تمت الموافقة عليه لا لما قولك ميسي عايز مكافئة توقيع عقد عشر مليون يورو ده العيبة ده العيبة في مصر بتعمل العيبة في مصر يقول لك انا عايز عشر مليون جنيه علشان وقت مكافئة توقيع 350 مليون تعريبا ايه ده امفا بي عشان بس مضى العقد اه لا وقت حق كتير وقت حق كتير دلوقتي مش عارفين ياخدوا صورة مش عارفين ياخدوا صورة وكنتاكي متخنقة يعني ناس كتيرة جدا متخنقة علشان ياخدوا صورة بس دلوقتي فميسي اه قصة اننا اخد عشرة مليون يورو مثلا لمكافئة اضافية ما هو شرط تعجيزي لا صحيح ده مش شرط ان تدفعهم لدي باي دفع 25 مليون عشان تجيب دي باي مثلا في نفس السنة فهي مش شروط تعجيزية هي شروط اه تليق او يعني خلانا نقول لها لايقى بنجم زي ميسي ولكن فكرة ان كان وقتها الموضوع متوتر وحصل اشتراط من هنا وهنا يعني حتى برشلونة كان بيسترط عليه انه انت تكتب لحد عشرة 25 على سبيل المسال ميسي مش عايز يقعد لحد عشرة 25 في نادي خاصم له 50% مرتبه وبيكلمه في 70% في تاني سنة رغم انه ساعة الكورونا نفسها هو بيقول ايه حتى في التسريبات اللي طلعت يا كابتن بيقول انت الديني 3% الديني 3% من اجمالي رواتب الفرقة علشان خصم الفرقة الخصم اللي انا حملته كورونا من غير ما اقول لك هو بيقول انا وبيكيو اللعبة كبيرة في الفرقة رح اقول له احنا عايزين يتخسن لنا علشان بقية اللعبة تاخد مرتبات لان احنا مرتباتنا كبيرة الديني 3% بس انا عايز 3% من العقد هل ده شرط موك هل ده شرط تعجيزي هو راجي بقولك لما تقوم على رجلك ان شاء الله الديني تعويض 3% بس من اللي انا انفقته انت بقى بتكلموش فهو مش هلعب من غير فلوس مش مش هلعب من غير فلوس والليجة بتقولك انك ما ينفعش تلعب حد من غير فلوس الليجة مفيش عقد زي ده بيبرم طبعا ففي الاخر خلص لما لابورت على سبيل المثال طلع في يناير اللي فات طلع يقول احنا حاولنا نقول لي ميس يلعب من غير فلوس وميس المرة الوحيدة اللي رد المرة الوحيدة اللي رد انا مستهيلش ده انا محدش اعرض عليها العرض ده انا لو العرض ده كانت اعرض عليها كان ممكن اوافق مزبوط بس انا عرض ده ما اتعرضش عليها فهي قصة الناس تحب العنوان المهول ولكن ايه بقى المهم في الموضوع المهم كل الانتهاك ده كل الانتهاك ده ده سرية العقود بيطلع على نفس الصحيفة للمرة التانية على التوالي خلال سنتين او ثلاثة فده وفي دلوقتي بنتكلم في حاجة كبيرة بنتكلم ان في حد من جوة الادارة جاب كل عقود ميسي ودها الحد بصحف هل ده تحد من جوة مليون في المية اه كل العقود الحصن كل العقود الناس بس ركزت على عشرين عشرين عشان تربطها برحيل ميسي عشان يبقى اللقطة الشروط التعجيزية العنوان الساخن يعني فيه احد الاعلامين الكبار بدأ يقول ده انا صدقت ميسي عشان ده انا صدقتك يا رجل وانت بتعيد ده انا تعطفت معي طب يا كابتن اقرأ اقرأ شوية الموضوع لحد اخره هتلاقيه منطقي ومبارده او كان واضح ميسي تأثيره كان واضح جدا اصلي برضو انتقال ميسي او خروجه من برشلونة كان شيء يعني الاطفال الصغرين بيعيات وهو ميسي نفسه عيات مش عشان اي حاجة الا طبعا التاريخ الكبير اللي عمله بالنسبة له برشلونة لدرجة ان الناس الوقت بتقول كمان فيه كلام ان ميسي كمان هيرجع لي برشلونة انا كواحد بشجع برشلونة بغض النظر والله عن انتماء برشلونة بس هو القفلة مش حلو اهم العيب في تاريخ النادي العيب اللي نقلك انا بتذكر دلوقتي تأثير ميسي تسويقيا في برشلونة حاليا لو ما كانش ميسي عمل اللي عمل خلال ال 15 سنة و 16 سنة اللي فاته هل برشلونة كان هيقدر يجيب لعيب اي العيب دلوقتي هل برشلونة كان يبقى بنفس الامج دي وهو غرقان في الديون برشلونة عمل المركات واللي فاته بالامج بحقوق الوستوديو ايه حقوق الوستوديو يعني اللوجو بتاعي والعلامات التجارية وقالية التصوير كل ده كان ايه قبل ميسي وبعد ميسي كل اللي انت بعته اللي انت عرفت تبيعه في الرفاعات الاختصادية دوت ما ميسي جزء اساسي فيه النجم الاول اللي ضمان لك انك تفضل على منصات التتويج لسبعتاشر سنة هل ده شيء يستهام بي يعني هل ده شيء يستهام بي من ده مستحيل تاريخ عمر ما يتنسي وزي ما انت بتقول علامة برشلونة خلاص كانت مرتبطة بميس بشكل كبير جدا وغاية دلوقتي الناس بتقول ان احتمالية كمان ميس يرجع لبرشلونة وارد الى حد ما هل برشلونة طلع بيان رسمي بالكلام دوت هل في بيانات رسمية تلعت ردا على هذه التسريبات لأ هو اداء برشلونة ادان الانتهاكات ادان الانتهاك ووعد بتعقب المنتهكين بس دلوقتي مين المنتهكين في بيان رسمي طبعا طلع من برشلونة برشلونة توعد الصحيفة يعني برشلونة توعد المندو بس عموما المشكلة دلوقتي بيتأعمق بكتير جدا من الصحيفة واللي صرب بص على اللي بجوه بص على اللي عندك بقى يعني ودى صورة انت بتكلم الصحيفة مش ناشلة جرافس بس الصحيفة ناشلة جرافس وصور صور حقيقية للعقود فانت بتكلم في تسريب ضخمة انا هنا مش بقول حاجة صحيفة المندو دي انا بحييها على المجود الصحفي لا هو بيعتبر بالنسباله خبطة صحفية جدًا لا يا أنا بكلم الصحفي العمل ده عنده أليات ان يخش يجيب كل دوت اكيد بالنسباله كصحافة ده رجل وده مشكلتنا في المجال عموما أن في بعض الأحيان أشياء قد لا تبدو أخلاقية مثلا بس يا بالنسبالي كصحفي أنا مقدرش رفضها وحب يدين عقود ميسي بولونشور ايه ده يعني في حد يعمل يعني هاخد ده وهاقوله لأ بعد إذنك لا أنا وظيفة أنا وظيفة أنا جالي حاجة زي دي أنفرد بنشر عقود ميسي وتصرف أنتم مع بعض فبرشلونة يتوعد المندو لا المفروض التصرف المثال دلوقتي أن برشلونة يبدأ التطهير الداخلي من كل عناصر لأن واضح أولي برثوميو عنده أمل في العودة تاني وده يبقى وبال على برشلونة لو برثوميو رجع تاني فقالها تبقى كارسة كبيرة جدا كمان واخدها في إطار في الفترة لبرشلونة وقف على رجله بيعمل فريق على مستوى عالي في أمال كتيرة جدا جدا لبرشلونة وجماهرة أن لا مشروع تشافي ماشي في شكل أكثر من رائع فده توقيت كمان أعتقد يعني محطور وبيضرب قصة ميسي في مقتل عودة ميسي عودة ميسي لأن في دلوقتي بريسان جرمان كمان عايزي جدد دلوقتي خلاص بريسان ميسي داخل يناير الجاي داخل فريق هيبقى فريق فأنت بريسان جرمان بيقول له جدد جدد نحن عايزين سنة نحن عايزين سنة وبيضمنوا له بعدين هيروح فين يعني بيقدموا له عقد مغري جدا فأنت هتروح أمريكا هتعمل ايه وعايز تلعب فين تاني وانمولك ازاي فلو ميسي قدامه بس انا بتخيل ان في دماغ ميسي هو عايز 6 شهور تانين في برشونة بس هو عايز الجمهور لانه ماينفعش امشي والجمهور غايب بسبب كورونا ماينفعش امشي والمؤتمر الصح في ناس كل قلة بساكمامات وكل واحد بعدها لا مش ميسي اللي يمشي يعني على الاقل خالص جزء من اللي شاء من اللي عمله في الملعب يتردله في الملعب فقفلة ميسي هو انا بتخيل وعايز 6 شهور بس الجمهور يهتف وبتاع ويدرب الفرقة يلعب في الفرقة ويشوفها كويسة كده ويتطمن عليها وبعدها يروح للنيولز النادي اللي هو نشأ فيه في الارجنتين ويعتزل يكون قافل قافلة كويسة مع الارجنتين مثلا في كاس العالم اللي جاي لو خده او خد كوبة امريكا بعده او مثلا ادي بالنسبة للسيناريو اللي في دماغ المستقبل شايفها كده وبتاع فما تبوزها ليش ما تبوزها ليش بانك تسرب لعقود فتبتدرب للموضوع في مقتل اجي لك تاني وتسرب لعقود تاني ونرجع تاني للمشاكل بتاعت المشاكل الصغيرة دي يعني فمتخال النعمة لا شيء يراد شيء مدبر طبعا باين جدا من التوقيت وباين في الوقت ده بالذات لكن يبقى طبعا ميسي أسطورة كبيرة جدا أنا أتمنى يركع كمان آخر سنة لبرشلونة كمحب الميسي وبرشلونة أحمد بنشكرك شكرا جزيلا يعني كالعادة بتنورنا وبتشرفنا ويعني أنا بستمتع معاك ربنا يا خليك كابتن أنا بقى مستمتع جدا جدا وأنا مع حضرتك ومن القلاء اللي يا كابتن اللي بتسيب يعني الضيف يود لبداله وكل يعني يعني بحارتك بتبقى مهتم جدا شكرا جدا احنا بنستفيد منها وشكرا لك وإن شاء الله اللقاءات جاية قريب بإذن الله شكرا واصل لحضراتك وحسبكم